السلام عليكم أهلا وسهلا مرحبا من جديد والآن مع جهاز الكوبرا X1 طريقة تشغيل نتفلكس بطريقة صحيحة أحبائي طبعا البوكس هذه متوفرة لدينا وما شاء الله هناك العديد من أخذ الجهاز يأتي معه ثلاث سيرفيرات بايتون دريم سوب تيوي فقط لدينا ثلاث سيرفيرات متوفرة فقط لدينا بالنسبة لنيتفلكس أغلبكم إخوان يحتار كيف سيشغل نتفلكس للعين بأن هذه البوكس لا تحتوي على شهادة من نتفلكس فلذلك تشغيل نتفلكس هو عن طريق تطبيقات موجودة في سيرفر الشركة في LX Update لتشغيل نتفلكس دائما تذهبون إلى التطبيقات طبعا نأتي على أبلست هنا يكون لديكم بعض المرات تجدون ثلاث تطبيقات نتفلكس اللي شغالة هنا تضعون حسابكم هنا في نتفلكس ستارت هنا تضعون حسابكم إذن بمجرد أنكم تضعون حسابكم سيشغل معكم كما قلنا النيتفلكس ستارت هذا يعني لو دخلت عليه خلاص هذا حسابي نتفلكس هنا تجدون مشكلة إخوان يعاني منها العديد أنه لا يمكنكم النزول يعني لا يمكنكم عمل سكرول داون أو تصفح التطبيق حتى لو استخدمتم الماوس هكذا فهو الماوس شغال ولكن المشكلة أنه لا يمكنني النزول للمحتوى فالطريقة إخوان اللي سيمكنكم من خلالها تشغيل نتفلكس سهلة جدا إخوان أولا ستذهبون على الـ X-Update هذه ندخل عليها بعد ذلك طبعا سيكون كل شيء منزل عندكم تذهبون ستجدون أحد التطبيقات اللي انضافت حديثا ستجدونها هي هذه Talk Back يجب تنزيل هذه النسخة يعني مجرد أنكم تنزلونها ستجدون بأنها Up To Date ستنزلون هذه النسخة والآن ما هي الطريقة سنذهب مع بعض على الإعدادات Setting ونأتي على Device Preferences وبعد ذلك منزل لغاية Accessibility نعمل OK ونأتي على هذه Mask on Talk Back تكون على Off ندخل عليها نفعلها Enable نعمل OK خلاص الآن إخوان سنعود للهوم سنعود لNetflix أو يمكنكم تشغيل Netflix من زر Netflix هذا سندخل عليه يفتح معي Netflix الآن ستشاهدون بأنه يمكنني تصفح المحتوى بكل سهولة كما تشاهدون وتدخل على أي محتوى شغالة الآن إخوان خلاص وأيضا البوكس طبعا شغال لديكم تطبيقات أو أي شيء شغال في البوكس هذه طريقة تشغيل نتفلكس على الكوبرا X1 كما قلت في الأول البوكس فيها ثلاث سيرفيرات الثالث فقط لدينا ثلاث شركات سنوية ويمكنكم طلبها طبعا من أسفل الفيديو تجدون جميع المعلومات الموقع والواتساب أو من الرقم الواتساب الذي يظهر معكم هنا إخوان رسلونا هناك تصلك لغاية باب المنزل مبرمجة بكل التحديثات بكل التطبيقات أحبائي أخوكم محمد يحييكم إلى اللقاء في الدرس القادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر